اشتركوا في القناة قد يبدو كابوسا بالنسبة للعديد من الناس خصوصا ان امكانية تخطي كلمة المرور دون فقدان البيانات تبدو مستحيلة لكن لا تقلق بعد الان ففي فيديو اليوم سنتعرف سويا على طريقة عبقرية لتجاوز كلمة السر للهواتف الذكية بسهولة وفي دقائق معدودة وبدون الحاجة الى عمل الفورمات او فقدان البيانات للتنبيه فلا ينصح باستخدام هذه الطريقة على غير هواتفكم الشخصية اولا للقيام بهذه العملية فانت بحاجة الى جهاز كمبيوتر ولا تنسى ان تقوم بربط هاتفك مع الكمبيوتر عن طريق الكيبل المناسب بعد الحصول عليه قم بتحميل هذا البرنامج بنسخته المجانية من موقعه الرسمي والذي ستجده اسفل هذا الفيديو في الوصف بعد التحميل قم بفتح البرنامج لبدء عملية التثبيت في هذه النافذة قم بالموافقة على شروط الاستخدام بترك العلامة في المكان المناسب والنقر على انستال مباشرة سوف تبدأ عملية تثبيت البرنامج على الفور بعد تثبيت البرنامج قم بالضغط على ستارت ناو لتشغيله مباشرة بعد ذلك قم بتحديد المشكلة التي تعاني منها في هاتفك سواء كانت مشكلة قفل حساب جوجل او انك تعاني من مشكلة قفل الشاشة بجميع انواعها وهو ما سنختاره اليوم لذلك سنقم بالنقر على هذا الخيار في هذه النافذة سنتمكن من حل مشكلة قفل الشاشة بدون فقدان البيانات بالنسبة لبعض اجهزة سامسونج فقط اما بالنسبة لباقي اجهزة اندرويد فقد نضطر له الى فقدان بعض البيانات الشخصية لذلك قم بتحديد الخيار المناسب لهاتفك بالنقر على هذه الخيارات المتاحة بعد ذلك قم بالضغط على ستارت ثم اضغط على ياس مباشرة الان قم بتحديد الاصدار الموافق لهاتفك والضغط على ستارت مباشرة لكن اذا لم يكن هاتفك ضمن هذه القائمة فعليك النقر على The Another Mode وتحديد الخيار التاني في القائمة السابقة ثم اضغط على ستارت مباشرة الان تجري عملية الاتصال بهاتفك الذكي والان قم بتحديد نوع الهاتف مع تحديد نوع اصداره المناسب لهاتفك من خلال هذه القوائم المنسدلة بعد ذلك اضغط على ستارت تو ان لوك وهكذا ستبدأ عملية زرع الملفات الجديدة في الهاتف من اجل التخلص من قفل الشاشة قد يطلب منك الهاتف القيام ببعض الخطوات المساعدة على هاتفك من اجل انجاح العملية ما عليك سوى النقر على The Next مع القيام بالمتطلبات المعروضة ننتظر قليلاً وهكذا نتخلص نهائياً من مشكلة قفل الشاشة بكل انواعها هل نجحت معك الطريقة؟ اذا واجهتك اي مشكلة في هذه العملية ما عليك سوى كتابتها في التعليقات اسفل هذا الفيديو اما اذا كنت من المتابعين الجدد لقناة مجهول معلوماتي فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خيار الجرس لتتوصل باشعارات لجديد الحلقات المقبلة دمتم في امان الله والى اللقاء اشتركوا في القناة